أيها لحبه الكرام يتنافس الناس عادة في الطاعات فتجد أن كثيرا من الناس ينظر إلى أصحاب الطاعات ينظر مثلا إلى من وفق لصلاة الليل إلى من وفق لصيام النهار أو إلى الاكثار من الصدقاء أو الاكثار من قراءة القرآن أو مثلا من كان له مع الله جل وعلا أعمال كثيرة فصار مستجاب الدعوة أحيانا بعضنا ينظر إلى هؤلاء ويرى كأنه في قمة جبل لا يمكن أن يصل إليهم أحد فيحتاج أحيانا إلى أن يعمل أعمالا كثيرة إلى أن يصل إلى ما وصلوا إليه ويظن أحيانا أن الوصول إلى مرتبة عالية من العبادة أو محبة الله تعالى أو الدعاء أو نحو ذلك يظن أن هذه مرتبة عظيمة لا بد أن يعمل لها عملا كثيرة حتى يصل إليها إذن تعالوا معنا جميعا ننظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على مثل هذا سعد بن أبي وقاص هو خالو النبي صلى الله عليه وسلم أقبل سعد يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قل يا رسول الله أنا أريد أن يكون دعائي مستجاب حتى إذا مرضت أدعو إذا احتجت إلى مال أدعو إذا لحقني دين أدعو ما أحتاج كل مرة آتي إليك وقل ادعو لي لا مباشرة أنا أدعو لنفسي ويستجاب يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة قادر على أن يرفع يديه ويقول اللهم اجعل خالي مستجاب الدعوة ويخفض يديه لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع أصحابه مثل هذا التعامل كان صلى الله عليه وسلم إذا طلبوا منه شيئا يجعلهم هم أنفسهم يعملون يقدمون لأجل أن يصلوا إلى الشيء الذي يريدونه فماذا قال عليه الصلاة والسلام التفت مباشرة إلى سعد ثم قال له يا سعد أعطاه منهجا قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة واحد زايد واحد يساوي اثنين هذا الكلام واضح أطب مطعمك إذا الأمر عندك يا سعد ليس عندي والهمة عندك أنت والسبب الذي يبذله هو أنت يا سعد أنت أطب مطعمك لا تأكل إلا حلالا تكون مستجاب الدعوة صار سعد بعدها يا جماعة لا يأكل إلا حلالا ويشدد على نفسه أي شيء من الطعام أو الشراب في الشبهة كان يتركه رضي الله تعالى عنه كان عندهم في البيت سعد كان عندهم في البيت شات يحلبون لبنها كل يوم يشربون من اللبن يوم من الأيام انفلتت هذه الشات ودخلت إلى مزرعة لجيرانهم وأكلت عشبا يسيرا لما علم سعد أن هذه الشات أكلت من مزرعة جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات خوفا من أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته في ذلك اليوم سعد بهذه الدقة على نفسه في أن لا يأكل إلا حلالا صار أبعد الناس عن الربا أبعد الناس عن الرشوة أبعد الناس عن أكل أموال الناس بالباطل بعض الناس الآن يستدين من الناس أموالا ثم لا يعيدها إليهم فإذا سألته قال إي والله صاحب البقال يطلبني يعني قد بقي له عندي مال عشرون أو ثلاثون وأيضا صاحب محطة الوقود يطالبني مالا وصاحب مغسلة الثياب يطالبني مالا أو صاحب الخضار يطالبني مالا وإذا لكل واحد من الناس عنده حق لا بد أن يطالبه به إما في الدنيا وإما في الآخرة فسعد رضي الله عنه كان يشدد على نفسه في هذا سعد في عهد عمر بن الخطاب عينه سعد عينه عمر بن الخطاب على الكوفة فأقبل بعض الناس يعني من أهل الكوفة وكأنهم أرادوا من سعد بعض الأشياء فلم يعطيها لهم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب شكوى أن هذا الأمير لا نريده لنا عليه ملاحظات وأكثروا الكلام عليه وصل الخطاب إلى عمر أمير المؤمنين وجعل يقرأ هو يعرف سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام وفي معركة أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي في ذاك أبي وأمي يعني يا جماعة سعد يختلف عن غيرها من الصحابة ليس مثل يعني بعض الصحابة الذين ليس لهم ذاك البذل وذاك القدم في الإسلام سعد لا صحابي متميز له شأنه معقول أن لا يستطيع أن يعدل في الناس مباشرة عمر أخذ الكتاب وقلبه وكتب إلى سعد بن أبي وقاص يأتيك يا سعد رسولي من عندي يسأل عنك في مساجد الكوفة يقف بالكتاب ويقول يا ناس هذا كتاب من عندي عمر بن الخطاب يسألكم عن أميركم سعد إن أثنوا عليك خيرا فأنت إن شاء الله على خير وإن لم يثنوا عليك خيرا دل على أنك عليك ملاحظات عندها تأتي لي وأتفاهم أنا معك وصل الرسول حتى وصل إلى الكوفة أقبل إلى سعد أراه الكتاب مضى مع الرسول مضى مع الرسول الذي جاء من عندي عمر أول من تهو من الصلاة قال أيها الناس أنا رسول من عند عمر بن الخطاب أنتم لكم ملاحظة على أميركم في أي أخطاء عنده في أي ملاحظات عليه قال الناس لا والله جزاه الله خيرا بيض الله وجهه هذا خال النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخير الصحابة نحن راضون به قال بارك الله فيكم مضى وصل في المسجد الثاني ومعه سعد قام الرسول يا جماعة لكم ملاحظة على أميركم أنا من عند عمر بن الخطاب وهذا الكتاب من عند عمر لكم ملاحظة جزاه الله خير بيض الله وجه هذا أمير حسن مضى صلى في المسجد الثالث الرابع الخامس وطاف في مساجد الكوفة حتى وصل إلى آخر مسجد مسجد لبني أسد دخل الرسول مع سعد وقام بعد الصلاة يا ناس هذا أميركم هل لكم عليه ملاحظة هل هناك شيء من الظلم يقع منه أو نحو ذلك أثنوا عليه خيرا كثيرا فلما أراد الرسول هذا الآن آخر مسجد خلاص سيذهب إلى قومه لما أراد الرسول أن يرجع إلى المدينة قال سأستحلفهم حتى أتأكد تماما أنهم ليس لهم أي ملاحظة على سعد فقال لهم الرسول قال يا قوم أستحلفكم بالله عندكم أي ملاحظة على سعد أم لا فلما قال ذلك قام رجل من آخر الصفوف ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا رجل يعني ليس مثل الأخيار الذين هم في أواء للصفوف والناس صادقون فقام قال أما إذ استحلفتنا بالله فلا بد أن نصدقك ما شاء الله يعني كل الناس الذين قبله هم قوم كذبون وهذا الذي سيصدق ها ماذا عندك قال أما إذ سألتنا بالله فلا بد أن نصدقك إن أميرنا هذا لا يعدل في العطية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية لا يعدل في العطية إذا أراد أن يوزع علينا أموالا ما يعدل بيننا يعطي أحدا دون أحد يحابي أحدا دون أحد ولا يقسم بالسوية يعني حتى لو أراد أن يقسم المال يعطي هذا مثلا عشرة 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 ما يعرف يعد ولا يحسب فيلخبط ولا يخرج في السرية أي أنه جبان دائما عند زوجته وأولاده ما يطلع إلى القتال مثلنا سعد ابن أبي وقاص صحابي الجليل تتهم هذا الاتهام سعد الذي ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن وقاتل في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناوله النبل يقول اربي في ذاك أبي وأمي تقول لا يخرج في السرية وتقول لا يعدل في العطية ولا يقسم بالسوية تتهم عقله تتهم أمانته تتهم شجاعته سعد بن أبي وقاص انتفت والتفت إلى الرجل فإذا الرجل واثق في نفسه ويقول نعم أنا صادق فرفع سعد يديه شوف يا جماعة الرجل اللي الحبل بينه بين رب العالمين موصول ما قطعه بمعصيه حبل بينه بين رب العالمين موصول قوي بينه بين رب العالمين علاقة إذا دع الله تعالى عرف الله تعالى دعاءه وسمعه وذكر له ما كان يعمل من أعمالا صالحة وإذا رجعت حساباته القديمة فإذا عنده صلاة عنده صوم عنده غض بصر ما عنده زنا ما عنده شرب خمر ما عنده أكل أموال للناس بالباطل ما عنده أكل ربا ما عنده غيبة للناس ما كلش نظيف عنده فهذا أصلا علاقته برب العالمين علاقة نظيفة فمباشرة سعد لما رفع يديه قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعه حتى يقول للناس شوف والله يرد على الأمير قدام الناس هل رأيتم كيف هو رجل جريء قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعه اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن ثلاثة سهام إلى السماء خفض يديه وخرج من المسجد تبعه الرسول يا سعد أنا أعلم من هذا الرجل كذاب قال لا والله لا أريد أماره رجع رضي الله عنه حتى أقبل إلى المدينة لكن دعوته لا زالت تلاحق ذلك الرجل كبر ذلك الرجل حتى وصل عمره مئة وعشرين سنة فكان يصيبه الفقر الشديد الذي يجعله يجلس في الطريق يسأل الناس يشهد من الناس فكان من شدة الكبر قد سقط حاجباه على عينيه يعني ترهل الجسم والوجه والجلد إلى درجة أن الحاجب سقط على العين فكان يجلس في الطريق ويمد يده للناس طال عمره ودام فقره قال سعد وعرضه للفتن فكان إذا جعل يده يسأل الناس المال وسمع أصوات نساء مارات يأخذ إحدى يديه ويرفع بها حاجبيه عن عينيه ويبدأ يلمس النساء أعوذ بالله شايب كبير مئة وعشرين سنة فكان الناس يقول الله ما تستحي على وجهك يعني لو أنك شاب قلنا قد أخذته شهوة الشباب لكن أنت عمرك مئة وعشرون سنة أعوذ بالله تتعرض للبنات في الشارع فكان يقول وماذا أفعل شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد نبي وقص يا جماعة متى دعا عليه سعد نبي وقص دعا عليه يمكن لما كان عمرها الشخص عشرون أو ثلاثون سنة والآن عمره مئة وعشرون سنة يعني دعا عليه يمكن قبل تسعين سنة أو قبل بئة سنة وسعد مات لكن الله تعالى حي لا يموت لا تزال دعوة سعد تلاحقه طيب يا جماعة نسأل فسنا سؤالا لماذا رب العالمين استجاب لسعد ما هو العمل الصالح الذي كان يقدم السعد سعد طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة أن تدعو الله تعالى إذا مرضى ولدك تدعو الله إذا غلبك الدين تدعو الله إذا أحاطت بك مشكلة في عملك تدعو الله إذا أردت أن تتزوج تدعو الله إذا أردت أن تشتري شيئا أو متاعا أن يبارك الله تعالى لك فيه دائما نحن يا جماعة ندعو الله تعالى في مواطن كثيرة لكننا أحيانا نجعل بيننا وبين إجابة الدعاء حوائل أما الذين وصلوا إلى قمم الجبال كسعد رضي الله عنه والصحابة الكرام وقبلهم الأنبياء والمرسلون ورأسهم محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد حسنوا علاقتهم برب العالمين وعرفوا الأسباب التي توصلهم إلى قمة الدعاء حتى وفقوا إلى إجابة الله تعالى لهم ولعل إن شاء الله تعالى أزيد هذه المسألة التوضيحة في الحلقات القادمة أسأل الله أن يجعلنا من يستجب الله تعالى دعاءهم ونجعلنا وياكم باركينينما كنا أشفر لكم متابعتكم